حصد لبنان عدد ميداليات خلال المعرض الدولي العاشر الاختراعات بالشرق الأوسط اللي عقد بالكويت حيستنفس 150 ابتكار من 39 دولي وحصد الميدالية الذهابية ابتكار دو سمارت بيلو للطلاب في دالأمين شارل فرح جورش حديد بيتر أبي خليل من مدرسة زايدة الجمهور واللي كانوا حصدوا جائزة حسن كامل الصباح بمباراة العلوم بال2017 وميدالية ذهابية أيضا بمعرض نورنبرغ الصناعي الدولي بال2017 والوسيادة الذكية بتساعد على النوم والاستيقاظ وبتقيس نبضات القلب وبحالة أيضا بتقوم بإرسال تنبيهات للأقارب والمستشفيات ووفيز بميدالية فضية المخترعة دكتور جمال شوربجي عن اختراعه وهو برنامج إلكتروني بيعمل على تأمين سلامة نقل الطلاب من وإلى البيت كما ووفيز بميدالية فضية المهندس وسيم سعد الدين الحريرة عن اختراعه ساشا وهو عبارة عن ربول تسليم الطعام لمرضى المستشفيات إذ أنه مصمم للتنقل عبر الممرات المزدحمة وتقديم الوجبات بالموعد المحدد تجنبا للخطأ البشري